موسيقى خلال لقائه وزير الخارجية الامريكية الرئيس السيسي يجدد موقف مصر ثابتة بشأن التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وزير الخارجية يتوجه اليوم الى موسكو لبحث العلاقات الثنائية والتشاور بشأن الملفات الاقليمية الاتحاد الاوروبي يعتبر ارسال الدبابات الى اوكرانيا ردا على التصعيد الروسي وموسكو لا ترى اي جدوى من اجراء حوار مع كييف التسعى بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرانيش نشطة اخبارات ومفاصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان موقف مصر ثابت بشأن التوصل الى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الامريكي انتولي بلينكين حيث تم التأكيد على علاقات الشراكة الاستراتيجية المبتدة بين مصر والولايات المتحدة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد انتولي بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وكذلك السيد دانيال درابنستاين القائم باعمال السفارة الامريكية بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء وزير الخارجية الأمريكية ناقلاً سيادته تحياته إلى الرئيس جو بايدن ومؤكداً على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة والتطلع لتعزيز التنصيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة من جانبه نقل بلينكين إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس الأمريكي مؤكداً أنه في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين فإن واشنطن تعول على التنصيق الحفيث مع مصر بقيادة السيد الرئيس لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهدئة واحتواء الوضع ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأوضح المتحدث الرسمي أنه في هذا السياق تم استعراض التطورات والأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية والجهود المشتركة والمساعي المصرية الجارية لاحتواء التوتر المتصاعد خلال الأيام الماضية حيث أكد السيد الرئيس إلى أن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري في إطار المسارين السياسي والأمني لتهدئة الأوضاع والحد من اتخاذ أي إجراءات أحدية من الطرفين مؤكدا سيادته موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية وعلى نحو يحل تلك القضية المحورية في المنطقة ويفتح آفاق السلام والاستقرار والتعاون والبناء وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين وقد تم في هذا الصياق التطرق إلى قضية سد النهضة حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الصدد من خلال ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة ويحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف مشددا سيادته على أهمية الدور الأمريكي للإطلاع بدور مؤثر لحل حالة تلك الأزمة ثمن وزير الخارجية سمح شكري علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة معربا عن حرص مصر على تعزيز العلاقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكية بالقاهرة أكد شكري أن مصر تعول كثيرا على التعاون المشترك بين البلدين في إطار تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط نحن نعاول كثيرا على التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة في إطار تحقيق الاستقرار بالمنطقة الشرق الأوسط في دفع الجهود التنموية في العمل على تحقيق الاستقرار ووفقا للمبادئ الشرعية الدولية ووفقا للمصالح المشتركة التي نعمل على تعزيزها ولا تزال منطقة الشرق الأوسط طبعا واحتلت قدر كبير سواء من مباحثات معالي الوزير مع حكامة الرئيس أو فيما يتعلق بمباحثاتنا المؤسعة فالخضايا الفلسطينية كانت حضرة بقوة خلال هذه المباحثات وأهمية لتحقيق الاستقرار لمنع أي نوع من التصعيد وإيجاد الإطار السياسي الملائم للتوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين قال وزير الخارجية أن المباحثات مع وزير الخارجي الأمريكي تنولت العديد من القضايا المهمة من بينها قضية سد النهضة وأكد شكري ضرورة استمرار العمل المشترك للحفاظ على مصالح كافة الأطراف وفقا لقواعد القانون الدولي والحقوق المشروعة في الحفاظ على الموارد المائية والأمن المائي المصري تبحثنا خلال لقائنا أيضا فيما يتعلق بقضية سد النهضة وأهمية استمرار العمل المشترك للحفاظ على مصالح كافة الأطراف الثلاث وبما يحافظ على هذه المصالح وفقا لقواعد القانون الدولي والحقوق المشروعة في الحفاظ على الموارد المائية والأمن المائي المصري أيضا تعناولنا قضية ليبيا والسودان وأهمية العمل المشترك بمواجهة كل التحديات التي نعمل سويا على التغلب عليها بالتأكيد أنه مواجهة الإرهاب مواجهة التطرف من دم الأولويات الرئيسية كما أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في ضوء الأجواء الاقتصادية الراهنة والضغوط التي تواجه العديد من الدول النامية في العالم وأعرب شكري عن تطلعه لتحقيق المزيد من الاستثمارات الأمريكية وتعزيز العمل المشترك لمواجهة كافة التحديات نعمل سويا من أجل عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال هذا العام بمناسبة التفايل بمقاوية العلاقات وهذا يزداد همية في ضوء الأجواء الاقتصادية الرهنة والضغوط التي لا يتفاكه مصر منفاردة ولكن تواجه كثير من الدول النامية في العالم ونتطلع بأن يكون هناك فرصة لمزيد من الاستثمارات الأمريكية والعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات والتغلب على هذه الصعوبات ومن جانبه أكد وصير الخارجية الأمريكية أنطولي بلينكين أن أزمة المناخ تؤكد أهمية وجود حل دبلوماسي سريع لقضية سد النهضة وأضف بلينكين أن قضية سد النهضة تمثل أمرا وجوديا بالنسبة لمصر أهمية وجود حل دبلوماسي سريع لقضية سد النهضة ونحن سمعنا من القيادة المصرية أن هذا هو أمر وجودي بالنسبة لمصر ونحن نتعام أي حل يقوم بمراعاة مصالح جميع الأطراف ويراعي أيضا الحياة المعيشية للمصرية والسودان وأثيوكيا ومثل ومثل جميع النقاشات الصعبة هذا يجب أن يجري من خلال الروح المرونة من جانب جميع الأطراف لتعامل مع المصالح الوجودية التي تملكها مصر في هذا الخصوص قال وزير الخارجية الأمريكية أنطولي بلينكين أن واشنطن تعول على التنصيق الحثيث مع مصر بقيادة رئيس السيسي لاستعدة الاستقرار وتحقيق التهديئة واحتواء الوضع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأكد بلينكين أن مصر لعبت دورا مهما في تخفيف حدة العنف والتوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين مصر لعبت دوراً مهماً في تخفيف حدة العنف والتوتر بين الإسرائيليين والسلسانيين بما في ذلك لعب دور وسيط لتوصل إلى هدنة في العام 2021 وأيضاً العام الماضي في الآن واليوم كما نرى هذا التصاعد المخيف في العنف ناقشت مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية شكري كيف بإمكاننا أن نعمل سوية لتخفيف التوتر واستعادة الهدوء في شأن آخر يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الروسية موسكو لمتابعة مصار العلاقات الثنائية بين البلدين وأوضحت وزارة الخارجية أن الشكري سيناقش مع المسؤولين الروس مجمل ملفات العلاقات الثنائية والتقدم المحرص في تنفيذ مشروعات التعاون بما يحقق مصالح البلدين وأضافت الخارجية أن الزيارة سوف تتيح الفرصة للجانبين المصري والروسي لتشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية ذات التأثير على المصالح المشتركة للبلدين بما في ذلك تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيتها المختلفة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي سعي مصر لتحقيق توقعات اقتصادية إيجابية خلال العام الجاري مضيفا أن الحكومة ترحب أيضا بالحوارات البناءة التي يمكن أن تتخطى آليات الاستثمار التقليدية جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نفتتح المؤتمر السنوي السابع للمستثمرين لسي آي كابيتل نحن نجتمع اليوم في وقت أثبتت فيه الشراكات أنها تحقق الصمود في وجه الضغوط الاقتصادية بينما نتعامل مع تحدياتنا ونمهد الطريق للتعافي الاقتصادي هدفنا أن ندرك الإمكانيات غير المطروقة الموجودة لدى مصر أود أن أتقدم بشكر لكل الشركاء المستثمرين المديرين التنفيذيين القادة الجهات المنظمة الذين جاءوا للمشاركة في هذا الحدث بهدف واحد وهو استكشاف فرص الاستثمار وأضف مدبولي أن تمكين القطاع الخاص واكتذاب الاستثمار الأجنبي للبلاد يأتي على رأس أولويات أجندة الحكومة كما لفت مدبولي إلى أن الحكومة تتحرك بخطة شاملة للتأكد من ضمان توفر العملة الأجنبية في الأسواق خلال عام 2023 بدأنا بالفعل أن نشهد تطور في سيولة العملة الأجنبية وكذلك المزيد من اكتذاب للمستثمرين الأجانب وفي هذا الصدر نحن نتحرك قدما بخطتنا الشاملة لتأكد من ضمان توفر العملة الأجنبية في الأسواق خلال عام 2023 وعندما نأتي للحديث عن الاستثمار فتمكين القطاع الخاص واكتذاب الاستثمار الأجنبي للبلاد هم على رأس أولوية أجندتنا وأود أن أؤكد للجميع أن هذه ليست خطة خمسة أو عشر سنوات فقط ولكنها خطة عام 2023 فهذه استراتيجية نعمة تضع الاستثمار والنمو القائم على الاستثمار وندماذج الاستثمار الشامل في لب التنفيذ كما أكد مدبولي التزام الحكومة بتحقيق كل السياسات التي أدخلتها في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن تحولا دائما لمعدلات صرف قوية ومرنة لتلبية احتياجات السوق في مصر وكذلك ضمان المسار لتقليل الدين العام ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تهدف إلى التوسع في شبكات الأمن الاجتماعي للأشخاص الأكثر عرضة للخطر ملتزمون بتحقيق كل السياسات التي أدخلناها في البرنامج الإصلاحي وهذا يتضمن من بين أشياء أخرى تحول دائما لمعدلات صرف قوية ومرنة لكي نلبي الاحتياجات للسوق في مصر وكذلك ضمان المسار لتقليل الدين العام وكذلك التوسع في الشبكات الأمن الاجتماعي للأشخاص الأكثر عرضة للخطر وكذلك الإصلاحات الهيكلية لتقليل بصمة الغذاء في القطاعات المختلفة وتيسير النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل وفي شيء آخر أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأهمية التي توليها الدولة لبرنامج نوفي ونوفي بلاس الذي يعد محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة في مصر جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لاستعراض ملفات عمل وزارة التعاون الدولي خلال الفترة الراهنة حيث طلع مدبولي على أهم المخرجات ذات صلب المشروعات والتمويلات في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نوفي خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة كاب 27 فضلا عن الموقف التنفيذي لمشروع محور الطاقة وخطة المشروعات الفرعية لإنتاج 10 جيجا وات والأثر التنموي له كما طلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي المحوري الجذاء والمياه وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعرض تصور متكامل لاستغلال المخلفات الزراعية لاستغلال الأمثل في صناعة الأعلاف جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع له لمتابعة أليات تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف وتناول الاجتماع استعراض الرؤية الخاصة بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية واستخدامها في صناعة الأعلاف حيث تمت الإشارة إلى أنه تتوافر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية تقدر بحوالي 40 مليون طن سنويا وتستخدم حاليا في عدد من المجالات منها انتاج الأعلاف غير التقليدية والأسمدة العضوية كما تدخل في بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب المسطحة وانتاج الطاقة الحيوية بحث الفريق أول محمد زاكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي مع الفريق حنن ويلد سيدي وزير الدفاع الموريتاني أوجه التعاون العسكري بين البلدين ووقع وزير الدفاع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري تضمنت أهم الأنشطة التي تسعى أقوات المسلحة للبلدين لتدعمها خلال المرحلة المقبلة حضر اللقاء رئيس أركان حرب أقوات المسلحة وعدد من قادة أقوات المسلحة المصرية والموريتانية التقى الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بالفريق حنن ويلد سيدي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث صبل أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والموريتانية في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها كما عرب وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية عن تطلعه لمزيد من التنصيق والتعاون المشترك مشيدا بجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الأفريقية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بها كما وقع السادة وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري تضمنت أهم الأنشطة التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعمها خلال المرحلة المقبلة حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والموريتانية وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 649 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 175 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 52 طن وفي مجال الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تم ضبط 112 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 437 قضية من بينها 126 قضية خبز ناقص الوزن و104 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات اجتمع الرئيس الأوكراني فوليدمير زيلنسكي مع رئيسة وزراء الدنمارك متى فريدريكسن في مدينة ميكولايف جنوبي البلاد في زيارة نادرة من مسؤول أجنبي لمنطقة قريبة من خط المواجهة وأظهر مقطع مصور نشره مكتب الرئيس الأوكراني عبر الإنترنت زيلنسكي وهو يرحب بفريدريكسن ويصافحها في شارع ممتلئ بالثلوج قبل دخول أحد المستشفيات حيث تفقد جنودا مصابين وزار الجانبان أيضا ميناء ميكولايف البحري حيث شهد خزنات النفط التي ضربتها الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية ونقطة تدفئة مجهزة بوحدة تقنية بوحدة تنقية وتوزيع مياه تحت مظلة مشروع نفذ بمساعدة دنماركية أعلن وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنون ونظيره الاسترالي ريتشارد مارلس التوصل إلى اتفاق سيزاودان بموجبه أوكرانيا بقذائف مدفعية لدعم كييف وأشار الكورنون إلى أن كل من باريس وكامبرا سينتجان بشكل مشترك ألاف قذائف من عيار 155 مليمتر بين مقالة مارلس إن هذا المشروع يتكلف ملايين الدولارات وهو تعاون جديد بين الصناعات الدفاعية الأسترالية والفرنسية أكد وزير الدفاع النرويجي أن بلاده تعتزم تسليم دبابات من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكن أن يحدث نهاية مارس المقبل وأعلنت أصل أنها تعتزم تزويد كييف بدبابات لم تحدد عددها من طراز ليوبارد 2 علما بأن 36 دبابة من هذا الطراز موضوعة في الخدمة لدى القوات البرية النرويجية وأشدد الوزير النرويجي على وجوب إعطاء المهلة اللازمة للحصول على ضوء أخضر لتسليم الدبابات للقوات الأوكرانية وتدريب وحداتها على هذه الآليات نفت أوكرانيا تقدم القوات الروسية قرب مدينة فوجليدار مركز القتال الجديد على الجبهة شرقي أوكرانيا وقالت السلطات الأوكرانية أن قواتها تمكنت من صد قوات الروسية قرب مدينة فوجليدار وأكبرت على التراجع مؤكدة أن هناك معارك شارسة تدور قرب بخموت اعتبر الاتحاد الأوروبي أن إرسال الدبابات لأوكرانيا ليس تصعيدا بل هو رد على التصعيد الروسي تجاه المدنيين والبنية التحتية وقال الاتحاد الأوروبي أنه لم يرفض أي طلب للحوار مع موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية مؤكدا أن هدفه هو عودة السلام لأوكرانيا بشكل عاجل إلا أن روسيا ترفض كل المبادرات حتى الآن على حد قوله منعت الحكومة الأوكرانية كبار مسؤوليها وجميع النواب بما في ذلك النساء من السفر لقضاء إجازة في الخارج بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في البلاد وأوضح المتحدة باسم حارس الحدود الأوكراني أن قرارا حكوميا بهذا المعنى دخل حيث التنفيذ بعد إصداره الجمعة الماضية وكانت الحكومة الأوكرانية قد أصدرت قرارا في بداية العمليات العسكرية بمنع الرجال في سن قتال من السفر إلى الخارج مع استثناءات نادرة تتطلب إذن المسؤولين في القطاع العام من رؤسائهم وبهذا القرار لن يتمكن كبار المسؤولين من السفر في إجازة إلى الخارج إلا إذا كانوا يزورون أبنائهم أو في حالة تلقي العلاج الطبي أو وفاة أحد الأقارب أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أنه لا جدوى للحوار مع أوكرانيا وذلك عقب إعلان واشنطن وحلفائها توريد دبابات للنظام الأوكراني وقال ريابكوف أن واشنطن تستفيد إلى حد كبير من الصراع الأوكراني لا سيما من إمدادات الأسلحة مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أوكرانيا ساحة اختبار لمنتجاتها الصناعية العسكرية وأنظمة الأسلحة المختلفة وطرق استخدامها بما في ذلك الأنظمة الحديثة بعيدة المدى لمواجهة الأسلحة الروسية طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي النيتو يانس سلطنبرج الكوريا الجنوبية بتكتيف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا واخلال اليوم الثاني من زيارته لسول حث سلطنبرج كوريا الجنوبية على تكتيف مساعدتها العسكرية لأوكرانيا دعيا سول إلى بدل مزيد من الجهد من أجل كييف واقترح سلطنبرج على كوريا الجنوبية مراجعة سياستها المتمثلة في عدم تسليح الدول المتحاربة على غرار دول مثل ألمانيا والنرويك التاسعة مستمرة وتتابعون فيها عشرات القتلى والمصابين في انفجار بأحد مساجد مدينة بيشاور الباكستانية ومصر تدين الحادث الإرهابي كشفت وكالة أسوشييتد بريس الأمريكية أن هناك مخاوف كبيرة من طفرة في أسعار الوقود في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية وبحسب الوكالة فإن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تدرس مستويات سقف الأسعار بعد أن عرضت مجموعة الدول السبعة فرض نطاق سعري يعتمد جزئيا على الحد الأقصى الحالي لأسعار النفط الخام الروسي وينتظر تطبيق هذه الحدود اعتبارا من الخامس من فبراير المقبل كشف استطلاع جديد للرأي تراجع شعبية رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وسط موجة الإضرابات وأزمة غلاء المعيشة وأظهر استطلاع رأي أجراه مركز إبسوس لصالح صحيفة إفنينج ستاندرد البريطانية أن 32% من البالغين يعتقدون أن لدى سوناك ما يلزم ليكون رئيس الوزراء جيدا مع 43% معارضة وترجعت تصنيفات رئيس الوزراء حيث فاشلت الحكومة حتى الآن في إيجاد طريقة لإنهاء الإضرابات واسعة النطاق التي تكتاح بريطانيا حيث يقترب التدقم أيضا من ميزينيات ملايين الأسر التي تضررت بفواتير الطاقة المرتفعة ذكرت صحيفة فينانشل تايمز البريطانية أن المملكة المتحدة تستعد لأكبر يوم من الإضرابات العملية هذا الشتاء وأضحت الصحيفة أنه من المنتظر أن يخرج عمال من قطعات السكك الحديدية والتعليم وجامعات في الأول من فبراير في إجراء منصق بشأن الأجور وأفادت أن الإضرابات المحتمل أن تبدأ بعد غد الأربعاء ستغلق المدارس وتلغي الفصول الجماعية وتعطل خدمات السكك الحديدية والكثير من خدمات القطاع العام هذا الأسبوع أعلنت السلطات الفرنسية حالة التعبئة العامة وحشدت نحو 11 ألفا من رجال الشرطة استعدادا للتحركات الاحتجاجية الواسعة والإضراب العام الذي ستشهده عدة قطاعات غدا الثلاثاء كانت النقابات الفرنسية قد دعت إلى تنظيم احتجاجات حاشدة غدا ضد خطة الحكومة الفرنسية لرفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما كما دعت بعض النقابات إلى مزيد من الإضرابات في قطاعات تشمل المواني التجارية ومصاف النفط ومحطات الوقود والسكك الحديدية إن كما شاء الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من عام 2022 إذ تسببت الأضرار الناجمة عن تبعات الأزمة الأوكرانية في التأثير بشكل سلبي قوي على أكبر اقتصاد فقارة الأوروبية وأعلن مكتب الإحصاء للتحدي في ألمانيا تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2 من 10% خلال الربع الأخير من العام الماضي بعكس التوقعات التي رجحت استقراره دون نمو عند 0% توقعت صحيفة فينانشلس تايمز استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الإبقاء على سياسات رفع الفائدة المصرفية حتى عام 2024 والمضي قدما فيها حتى تحقيق النصر على معدلات تضخم العالية التي تشهدها الأسواق الأمريكية ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبراء في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الربع الأول من العام الحالي قد يشهد رفعا للفائدة الأمريكية بنحو ربع نقطة مئوية من 4.5% إلى 4.75% وأشارت أن قرارا بذلك سيتخذ في أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأيام القادمة أدنت مصر حادث التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان مما أصفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحة هذا وأعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي استهدف مسجدا يقع داخل المقر العام لشرطة بيشاور إلى 61 قتيلا ونحو 150 مصابا معظمهم من أفراد الشرطة وأوضح مصدر أمني أن التفجير الذي تبنته حركة طلبان باكستان وقع أثناء الصلاة العصر وأدت قوة الانفجار إلى انهيار سقف المسجد وأحد جدرانه وفي الأثناء أعلنت السلطات حالة انذار قصوى وتأهب أمني مشدد عقب الحادث فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجينة تحت الأنقاض وتقع مدينة بيشاور على بعد 50 كم من الحدود مع أفغانستان أعلنت شرطة نيزولندية العثور على جثة رابعة لضحايا الفيضانات نتيجة هطول أمطار غزيرة في أوكلاند وكانت الفيضانات قد بلغت ذروتها الجمعة الماضي وتسببت بانقطاع الطيار الكهربائي عن 24 ألف منزل زال حالة الطوارئ مفروضة في أوكلاند في نيزولندا بعد الفيضانات التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة في المدينة التي تضم 1.6 مليون نسمة الشرطة نيزولندية أعلنت ارتفاع حصيل الضحايا الفيضانات بعد أن بلغت كمية الأمطار التي تساقطت في أوكلاند أكبر مدينة في البلاد إلى 249 ملي متر وهو رقم قياسي جديد علما بأن الرقم القياسي السابق للأمطار المتساقطة خلال 24 ساعة كان يبلغ 161 ملي متر نائبة رئيس الوزراء النيوزلندي قالت في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النقل إن الفيضانات تجربة صادمة للجميع في أوكلاند ولدى سؤالها عن الجثة التي عثر عليها في وانويرو قالت إن أكثر ما يثير الرعب هو خسارة الأرواح متقدمة بالتعزية لذو الضحية التي عثر على جثتها وبلغت الفيضانات ذروتها الجمعة وقد تسببت بانقطاع الطيار الكهربائي عن 24 ألف منزل وفق ما صرح به وزير النقل في المؤتمر الصحفي وهو أيضا عضو في البرلمان عن كيلستون إحدى ضواحي غرب أوكلاند وقالت نائبة رئيس الوزراء كريس هيبكنز الذي أدى اليمين الأربعاء بعد استقالة جاسيندا إردن المفاجئة إن الطيار الكهربائي كان لا يزال مقطوعا عن نحو 3000 منزل الأحد كما أن المياه مقطوعة عن عدد من المنازل بما في ذلك منزلها وأشارت إلى أن شركات تعمل على إعادة التغذية بالطيار الكهربائي وبالمياه وتسببت الأمطار الغزيرة الجمعة بإغلاق مؤقت لمطار أوكلاند حيث استؤنفت الأحد الرحلات الدولية أجلت السلطات الإسبانية نحو 200 شخص من مخيم يأوي مئات العمال المهاجرين في إسبانيا إثر اندلاع حريق وذكرت السلطات الإسبانية أن حريقا شب في مخيم الوليلي الواقع في مدينة ألميريا فيما لم تتضح حتى الآن أسباب اندلاع الحريق في المخيم الذي ينحدر معظم سكانه من أصول أفريقية وصل مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشان إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباري وخلال الجلسة أكدت الحكومة أن خطة التطوير الشاملة لتحديث منظومة النقل والتي ستنتهي في نهاية عام 2024 بلغ إجمالي تكلفتها تريليونا وتسعمائة وسبعا وخمسين مليار جنيه جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال نظر مشروعات القوانين بجدول أعماله في مستهل الجلسة تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشان إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباري أشيد بخط المحاور والطرق الجديدة فيها نحاق جمهورية مصر العربية والتي تشكل ملامح الجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن هذه المحاور محور العصار الذي يربط شرق ووسط العاصمة بطريق دائري وبمحور شبر بنها الحر الذي أثبت أهمية مثل هذه المحاور والذي يؤكد أهمية إنشاء محاور مباسلة بشبر الخيمة بشارع أحمد عرابي، بشارع مياه 35، بشارع الجديد بشارع أن تكون محاور علوية لا تزاحم المواطنين حركاتهم اليومية ورداً على الأسئلة وطلبات الإحاطة أكدت الحكومة أن خطة التطوير الشاملة لتحديث منظومة النقل والتي ستنتهي في نهاية عام 2024 بلغ إجمالي تكلفتها تريليوناً وتسماء وسبعة وخمسين مليار جنيه بهدف تخطي مجرد نقل الركاب والبضائع لتشمل المشاركة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة المجلس استكمل المناقشات وطلبات الإحاطة بشأن تطوير مرفقي السك الحديد ومتر الأنفاق فضلاً عن أسئلة بشأن تطوير شركات حافلات نقل الركاب بين المحافظات من حيث الخطوط ومكاتب الحجز وتوفير خدمات لذوي الهمم كما تم طرح أسئلة خاصة بسياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة قطاع النقل البحري وتطوير المواني المصرية قطاع السك الحديد حصل طفرة ونقلة نوعية كبيرة في عهد السيد الرئيس عفتاح السيسي وبقهد سيدة الوزير كامل الوزير طفرة يشعر بها المواطن المصري حالياً ويأمل أن نكون في عداد الدول الكبرى التي تستخدم هذا المرفق مرفق تاريخي مرفق عريق يعتز به المواطن المصري المكتسبات التي تحققت بعد نفقات كبيرة تم انفاقها لتحديث وتطوير هذا المرفق بنطالب سيادة الوزير حفاظاً على هذه المكتسبات بالاهتمام برفع كفاءة التدريب للعملين فنياً وإدارياً لمواكبة هذا التطوير من جهتها أكدت الحكومة على الاستمرار في تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات سواء الطرق والكبار والسكك الحديدية ومتر الأنفاق والجر الكهربائي بالإضافة إلى المواني البحرية والنقل النهري وكذلك المواني البرية والجافة والمناطق اللوجستية وهكذا يوصل مجلس النواب مناقشة القوانين والقرارات الهامة التي تصب في صالح المواطنين وتخدم الحكومة في تسهيل أداء مهامها المكلفة بها لتقديم أفضل الخدمات وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أشهد عدد من النواب الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة في ملف الطرق حيث أحدثت نقلة نوعية يشهد بها الجميع وعملت على تسهيل تنقل المواطنين بين المحافظات لا أحد ينكر المجهود الكبير والضخم المبزول في ملفات الطرق والنقل والمحاور وخلافه يعني هناك إنجازات كبيرة في هذا الملف هناك توجيهات وضعم مباشر لهذا الملف من السيد ريس عفتاح السيسي شخصيا تم ضخمات المليارات على هذه المشروعات هناك إنجازات كثيرة يمكن ملف الطرق والنقل أخذ مجهودات كبيرة من الدولة السنوات الأخيرة الحقيقة ونسمن هذا الجهد لإني أنا معنية أو بشوف التطور اللي حصل في شبكة الطرق على المستوى العام في الكبار والطرق أي أن كانت المسببات بس لازم ننهض بطرق أو بنية تحتية جيدة فده في حد ذاته اعتبر تطول أو متناسب مع التنمية المستدامة أو مع الجمهورية الجديدة تتواصل فعليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وشهد المعرض إقبالا كبيرا من الجمهور من مختلف المحافظات والفئات حيث تخطى عدد زوار المعرض نصف مليون زائر منذ يومه الأول يوم جديد داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين ليكون الإقبال الشديد من الجمهور من مختلف المحافظات والفئات هي السمة الأبرز لهذا العرس الثقافي فعدد الزوار الذي تخطى نصف مليون زائر منذ يومه الأول يؤكد نجاح هذه الدورة بما تتمتع به من فعاليات فنية وثقافية ويعكس اهتمام الجمهور بالقراءة والمعرفة حاجة جميلة وحاجة مشرفة جداً وبنشكر في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الحدث الرعي الثقافة في مصر واهتمامه بتنمية الثقافة ووعي الشباب طبعاً السياسة جميلة جداً السياسة الكتب والثقافة والحاجات دي كلها والاقتصاد والحاجات دي شفتها جميلة جداً وكفاءة كمان شفت جنسيات كتير من بلاد كتير طبعاً بالنسبة للفعاليات المعرض أنا ملاحظ حاجة من أول ما جاءت هنا يعني أن الكبال السنادي ما شاء الله يعني أكتر من السنة اللي فاتت يمكن ده بسبب تدعيات كورونا اللي كانت حصلة يعني ولكن الكبال النهاردة كتير جداً مبارح برضو كان كتير جداً من أول يوم وفيه كبال جمهير كبير جداً أعتقد في كل المجالات يعني لو أي حد من الكبير للصغير بيلاقي الحاجة اللي هو مهتم بيها سواء مجال فني للأطفال حتى للكبار مجال ثقافي كل حاجة وحتى أنشطة ومسابقات وحاجات تفاعلية عظيمة صراحة مؤسسات محلية وعربية مختلفة تواجدت في هذه النسخة لتقديم خدماتها الثقافية والمعرفية للجمهور فهذا جناح المجلس القومي للمرأة يقدم ورشاً تدريبية تعليمية للمرأة بالإضافة لدور النشر العربية التي تقدم التراث الثقافي لكل دولة وسط ترحيب بحرص مصر على تنظيم هذا المحفل الثقافي الأبرز في المنطقة والعالم ليخلق المعرض حالة من التبادل الثقافي والمعرفي أول سنة لنا أن نشارك فيه في معرض القاهرة الدولي جناح المجلس القومي للمرأة نحن جئين مراضي بتلات إدارات أو تلاتة بورتيشنز مختلفة حرف اليدوية دي كلها اللي بيقوم بيها سيدات مصرية من جميع المحافظات المختلفة وكمان إحنا كمان مشاركين السنة دي بورشة عمل سيدات بتبقى ورشة حيوية يعني بتتعمل on time في وقتها متخصصون بالكتب العلمية الكتب العلمية الموجهة للطفل نحاول أن نعمل شراكة مع الكثير من دور النشر البريطانية والأمريكية الكتب الدور النشر المميزة في العالم نحن تفاجأنا توقعنا أن يكون هناك مشكلة في المبيعات لكن المفاجأة كانت سارة الحمد لله الأقبار رائع جدا 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 نشكر المنظمين الذين قاموا بهذه الظاهرة الرائعة جدا 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 ما شاء الله التنظيم جدا ممتاز كان فيه سهولة وتسهيلات جدا يعني كبيرة في أنك تدخل الكتب في أنك تجهز في أن حضور الجمهور يكون بشكل سلس ما شاء الله هذا الزوار جدا كبير مع ذلك فيه يعني سلاسة في حركة صراحة تنظيم رائع جدا وكمان فيه بلدان كثيرة بيعرضوا عن ثقافتهم ككتاب كإدخالي ووحيات دي فهذا حقا كويس لنا إحنا نتعرف على ثقافات مختلفة ونعرف ثقافتنا للناس برضو المعرض كرم الكاتب الكبير صلاح جهين باختياره شخصية هذه الدورة ليكرمه الجمهور أيضا بأن تكون أعماله الأكثر مبيعا لتؤكد العمية المصرية أنها أحد أدوات القوى الناعمة في مصر التي يرتكز عليها المعرض هذا العام الذي تستمر فعلياته حتى السادس من فبراير القادم محمود جميل التلفزيون المصري أكدت وزارة التنمية المحلية أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة تستهدف إدراج 36 قرية تضم نحو 400 تجامع بمختلف مراكز محافظات مطروح ولفت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من وضع خطة التنمية المتكاملة لهذه القرى بشكل تشاركي حيث تم عقد جلسات تشاور مع الأهالي ولقاءات مجتمعية للرصد كافة لاحتياجات المطلوبة من المشروعات بطار توجات خامة السيدة الرئيس عبدالعسيسي لمتابعة المشروعات القومية اللي فعلا انتشرت في ربوع مصر واللي كان مطروح الحظ الأوفر لها زي مدية العملية جديدة ورصحة جديدة مشروع التقن والضبعة مشروع ميناء جرغوب نشكر السيدة الرئيس الجمهورية على أدراجه قرية داخل برنامج حياة كريمة و كنا في السبال وزير التنمية المحلية أن نظاروا بها تفقد المشروعات برنامج حياة كريمة احنا عمل عندنا مدرسة أولاد هيوب و عمل دور تاني اللوحدة المحلية عملنا شبكة صرف صحي شبكة مية عملنا تطوير مركز شعور دائرة العوامة و عملنا أيضا ملعب منقل نجل صناعي نحنا شايفين حجم المسروعات القومية اللي بتتنفسه مارسة مطروح اللي رافع مستوى البنية التحديق اللي بحسها كحنا مواطنين من توسيع الطرق من رفع من توسيع الطرق من إنشاء محطات تحلية جديدة لزيادة دفقات المية من طبعا برنامج حياة كريمة برنامج كويس جدا بيحس به المواطن العادي لأنه بيتم من خلاله إنشاء مدارس جديدة من إنشاء توساعات من داخل القرى و النجوع مدارس جديدة حاجات كويسة نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم الكشف خلالها على نحو أربعمائة مواطن هذا وقد ضمت القافلة كل التخصصات الطبية بجانب خدمات التحليل والأشعة بالإضافة إلى توفير العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية وتقديم التأمين الصحي الشامل مجانا والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال وفاتيما خليل شكرا سحر ناجي شكرا يوسف عبدين وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة صرح وزير البترول وثروة المادنية طارق المل أن شركة جنوب الوادي تعد شركة متكاملة متعددة الأنشطة تستهدف خدمة محافظات الصعيد وتوفير كافة الخدمات لأهالي الصعيد خاصة جهود توصيل الغاز الطباعي للمنازل ضمن المبادرة الرئاسية حية كريمة جاء ذلك خلال ترأسه أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابدة للبترول عبر الفيديو كونفرنس لاعتماد الموازنة التقططية للعام المالي 2023-2024 هذا وأشار المل إلى أن قطاع البترول يعمل وفق استراتيجية متكاملة في كافة محافظات الصعيد للمساهمة في مشروعات التنمية المجتمعية التي تسهم في تطوير مستوى معيشة الموطنين مشيدا بأداء العملين بشركة جنوب الوادي والشركات التابعة على جهودهم لتنفيذ خطط ومشروعات القطاع بمحافظات الصعيد في أسواق البترول العالمية رجعت أسعار النفط متخلية عن مكاسب سابقة من توقعات إبقاء المنتجين الكبار في العالم على الإنتاج دون تغيير خلال اجتماعي مرتقب هذا الأسبوع لأوبي بلاس ومع حذر المستثمرين قبل اجتماع لمجلس الاحتياطية الاتحادية بما قد يثير تقلبات في السوق انخفضت العقود الأجلة لخام بنت بنسبة 21% لتستقر عند 85 دولار و 56 سنت للبرميل هبط سعر الخام الأمريكي بنسبة 31% إلى 78 دولار و 57 سنت كذلك تراجعت أسعار المزوط عالميا بنسبة 61% لتصل إلى 3 دولار و 13 سنت للتر كما انخفضت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 65% من 100% لتسجل نحو دولارين و 68 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية نقلت وكالة رويترز عن من دومينة من أوبي بلاس بأنه من المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزرية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على السياسة النفطية الراهنة في اجتماعها المزمع في أول فبراير وتقدم اللجنة الفنية المشتركة المشورة للجنة المراقبة الوزرية المشتركة والاجتماع الوزري الشامل لأوبك بلاس بشأن أساسيات السوق أكد وزير الطاقة السعودية عبد العزيز بن سلمان أن بلاده تعتزم استثمار أكثر من تريليون ريال سعودي أي ما يوازي نحو 266 مليار دولار لإنتاج كهرباء أنظف وتوسيع شبكة الكهرباء في المملكة وأوضح وزير الطاقة السعودية أن أكبر مصدر للنفط في العالم يتطلع أيضا لأن يصبح رائدا عالميا في إنتاج الهيدروجين ورغم هدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 لا تزال السعودية تعتمد بشكل كبير على صدرات النفط الخام التي عززت نموها العقود ما يثير شكوكا حول إمكان حدوث تحول اقتصادي في وقت قريب أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انقفاض مقطفية نظرتها العالمية وسط تأثر معنويات المثثمرين بتوقعات رفع البنوك المركزي الكبرى بما فيها مجلس الاحتياطي الاتحدي لأسعار الفائدة وهبط المؤشر السعودي بنسبة 3 من 10% منهيا 7 جلسات من المكاسب وتأثر المؤشر بخسائر في أسهم القطاعين المالي والمواد الخام وترجع المؤشر القطري بنسبة 3 من 10% كما هبط المؤشر الرئيسي في دبي 8 من 10% متأثرا بترجع أسهم القطاعات الصناعية والعقارية في المقابل اختتم مؤشر أبو ظبي الجلسة مرتفعا 7 من 10% بعد أن تراجع أكثر من 3% مسجلا أدنى مستوى في 6 أشهر ترجعت الأسهم الأوروبية وسط حالة من الترقب قبل سلسلة من اجتماعات ستعقدها بنوك مركزية في وقت لاحق هذا الأسبوع جاءت الأسهم الحساسة لأسعار الفائدة مثل قطاع تكنولوجيا من بين أبرز الخسرين هبط المؤشر ستاكس 600 الأوروبي بنسبة 6 من 10% حيث تصدر مؤشر تكنولوجيا القطاعات المتراجعة بنسبة 2 و 1 من 10% وتراجع سهم شركة بي أن إي الألمانية للطاقة المتجددة بنسبة 15 و 3 من 10% شكرا لك فاطيمة أبقت منظمة الصحة العالمية على وباء كوفيد 19 بوصف حالة الطوارئ القصوى للصحة العامة مشيرة إلى أن الوباء يثير القلق على مستوى العالم وأضافت المنظمة أن لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية عبرت عن قلقها بشأن استمرار المخاطر التي يثيرها كوفيد 19 ويأتي هذا القرار بعد ثلاث سنوات على إعلان المرض الناجم عن تفشي فيروس كورونا حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية والآن نتحول إلى أخبار الرياضة والملاعب أخبار الرياضة نعود فيها مرة أخرى إلى فاطيمة خليل شكراً يوسف شكراً سحر وأهلاً لكم مجدداً مشاهدينا وجولة رياضية جديدة يأخذ فريق نادي الأهل ميرانهو الثاني بالمغرب استعداداً لبطولة كأس العالم للأندية التي تقام بالمغرب خلال الفترة من الأول إلى 11 من فبراير المقبل يستهل فريق الأهل مشاركته بالبطولة بمواجهة فريق أقلن سيتي بطل نيوزيلندا بمدينة تانجا في الأول من فبراير تعد هذه المباراة هي الأهم في البطولة حيث يتيح الفوز بها للأهل الفرصة لمواصلة مشواره في المونديال حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة فريق البنك الأهل أمام نظره فريق غزل المحلة في إطار مواجهات الجولة السادسة عشر بمسابقة الدور الممتاز على ملعب استاد القهرة بهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز السابع من ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 26 نقطة بينما يحتل فريق البنك الأهل المركز الرابع عشر من ترتيب جدول منافسات الدور الممتاز برصيد 13 نقطة تأهل نادي المصرية الاتصالات إلى دور 32 من مسابقة ذي كأس مصر بعد الفوز بركلات الترجيح على نادي العبور بخمس ركلات مقابل أربعة حيث انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل الإيجابي لهدف لكل فريق ليلجأ الفريقان إلى دربة الترجيح التي حسمها فريق الاتصالات بالفوز بخمس ركلات ترجيح وصل فريق كرة السلة رجال بالأهل ترباه على صدرة بطولة دور السوبر بعد أن حقق فوزا على مصر للتأمين بنتيجة 79.51 ضمن منافسات الجولة العشرة بهذا الفوز رفع الأهل راصده إلى عشرين نقطة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في جميع مبارياته في دور السوبر لكرة السلة مشاهدين نهاية هذه الجولة الرياضية عودة مرة أخرى ليوسف وصحة الاستكمال ما تبقى هناك الساعة شكرا لك فاتيمة افتتحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سوها جندي ومحافظ الشرقية ممدوح غراب فعليات المرحلة الجديدة من مبادرة مراكب النجاة بالمحافظة وقالت سوها جندي أن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة تهدفه في المقام الأول إلى التحذير والتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتعريف بفرص وخطوات الهجرة الأمنة من توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية والبالغ عددها 14 محافظة أول حقيقة المستهدف مش بس حملات توعية احنا بنعمل حملات توعية وبنعمل كمان دورات تدريبية لخلق فرص بديلة وأعتقد أنه هو ده اللي محتاجه الناس محتاج أنه هو يلاقي أنه فيه ليه مستقبل ليه مستقبل من خلال فيه مهنة في إيده يقدر أنه هو يشتغل بيها وفيه فرصة أساساً أنه هو يبقى فيه وظيفة ما في المجتمع المصري تكفي شر الأيام زي ما بيقوله ويبقى معه فلوس أنه هو يقدر يعيش ويعيش ولاده ويعلمهم في المدارس وما إلى ذلك فإحنا دايماً مش بس بنتكلم على المخاطر كمان بنشتغل على المخاطر بحيث أنه يبقى عندنا البداية الكلام علشان التوعية إنما كمان المهن اللي هي تبقى سلاح للمستقبل هذه تنمية المشروعات ساعدنا كتير من مبادئنا من السفر معاه وفر لنا السيولة المادية اللي احنا نوفر بها الخاميات ونشغل بها الشباب وده شيء يعني ممتاز جداً يعني هو طبعاً تنمية المشروعات هنا بتوفر فرص عمل بتوفر المادة اللي احنا من خلالها بنساعد الشباب اللي هم يتمسكوا هنا بفرص عمل حقيقية برشح الشباب أن يقوموا بمشروعات وتنمية المشروعات والصندوق بيساعدنا لتنمية المشروعات وأنا داخل في الصندوق بقالي فوق العشر سنين وقايم معي بكل الخدمات اللي احنا بنحتاجها في شغلنا ومساعدني في كل حاجة والله احنا جايين نقارد قصة نجاح مشروعنا لأن ديت شيء مهم بالنسبة للشباب عشان الهجرة غير الشرعية وأن احنا في بلدنا ممكن نبدأ وممكن ننجح في بلدنا بدون التعرض للهجرة غير الشرعية وغراء ومخاطر زي كده يعني فأردت قصة نجاح مشروعي أنا بدئين في 2012 مشروع منتجات ألبان وبصراحة خدنا دعم كبير جدا من جهاز المشروعات سواء دعم ميدي أو دعم معنوي وهم كانوا دايما في ظهرنا ودون كوتا كويسة بالنسبة للتوردات الحكومية والشركة القبضة للصعات المغزائية والآن إلى آخر أخبار الطقس مرة أخرى فاتيمة خليل شكراً سحر شكراً أنا يوسف وأهلا بكم مجددا مشاهدين ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الثلاثاء طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهاراً على القهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية والبداية دائماً من القهرة العظمة 18 الصغرى 10 اسكندرية 17-11 مطروح 17-10 فورسعيد 18-12 اسماعيل 19-11 وجوها مائل للبرودة بالنسبة للسويس 19-12 العريش 18-11 طابة 21-11 شرم الشيخ 23-13 نغداء 22-13 وجوها معتدل بالنسبة للأقصر 23-9 أصوان 24-10 الوادي الجديد 23-9 شلاتين 25-15 حلايب 23-16 وجوها معتدل والآن نستعد معكم درجات الحرارة متوقعة غداً في عدد من عواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مجاهدين نبقى الآن مع لقطة اليوم ترجمة نانسي قنقر 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 انتهت أخبارنا وهذه تذكرة بالعنوي خلال لقاه مع وزير الخارجية الأمريكية رئيس السيسي يجدد موقف مصر الثابت بشأن توصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وزير الخارجية توجه اليوم إلى موسكو لبحث العلاقات الثنائية والتشور بشأن الملفات الإقليمية الاتحاد الأوروبي يعتبر إرسال الدبابات إلى أوكرانيا ردا على التصعيد الروسي وموسكو لا ترى أي جدوى من إجراء حوار مع كييف وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة التاسعة ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا معنا ومعكم ويوسف الحسيني زكي صحة زكي يوسف الحمد لله كله تماما